نومين من التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا من اليوم التالي أثناء هذا الاجتماع وزراء الخارجية الأعضاء في المجلس الإفريقي وافقوا على الهيكل الجديد ما الذي يعني هذا؟ هذا يعني أننا نتقل من عدد صغير للغاية من الموظفين المعتدين إلى عدد مناسب من الموظفين ونحن ننتقل من هيكل كان به مئة شخص إلى هيكل لا يستطيع أن يتناسب مع عدد مئة موظف وهذا خبر جيد بالنسبة لنا لأنه يعطينا الفرصة لتحقيق مهمتنا ببناء مؤسسة أكثر كفاءة وفاعلية قادرة على أن تواجه التحديات المنتشرة في جميع أنحاء القارة هذا هو السبيل أمامنا كي ندعو كل الدول الأفريقية وكل المواهب الأفريقية وكل الخبراء الأفارقة كي يبدأوا في النظر على الموقع الإلكتروني الخاص بنا لأننا نريد أن نقوم بتوظيف 500 إفريقي مدرب ومؤهل بحلول ديسمبر 2023 وهذا يعني أنه سوف يتم الإعلان عن كل المناصب نحن في حاجة إلى أن نمثل التنوع الموجود في أدول الأفريقية من حيث النوع الإجتماعي المناطق الجغرافية المختلفة وكذلك اللغات الموجودة في القارة لذا يمكنكم الدخول على الموقع الإلكتروني والتعرف على هذه الوظائف وهناك إعلان عن كل الوظائف بكل اللغات بينما أتحدث عن هذا النجاح من اجتماع نايروبي لا أستطيع أن أنسى الحديث عن ما نقوم به بشكل يومي وهو دعم الدول الأعضاء لإدارة مجموعة من الإنجازات التي قمنا بتحقيقها حتى الآن في كل أسبوع يكون لدينا على الأقل إنجازين متقدمين وكذلك نحن نحاول أن نتعامل مع انتشار الأوبئة والأمراض في القارة الإفريقية لأننا نواجه كثير منها ونحن نتبع الكثير من الأحداث بعض هذه الأحداث التي نواجهها من بينها عودة الكوليرا فالكوليرا تؤثر على 15 دولة عضوة أي تقريبا 30% من دول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وتقريبا تتسبب في 260 وفاة وهذا رقم كبير ونحن كذلك نتابع الأمراض التي تؤثر على الدول فهناك كثير من الدول التي تواجهها من الوفيات بسبب الأمراض ونحن نتابع كذلك كوفيد-19 الكثير يعتقد أن كوفيد أصبح من الماضي وليس من الماضي كوفيد-19 لازال موجود لدينا الآن 260 ألف وفاة بسبب الكوفيد وهناك كذلك انتشار الدفتيريا في بعض الدول مثل نيجيريا والتي تؤدي كذلك إلى وفيات ونتابع كذلك انتشار الأمراض في الدول الأفريقية والتي تؤدي تقريبا إلى وفاة 300 ألف شخص وهناك كذلك شل الأطفال الذي لازال يؤثر على 10 دول في القارة الأفريقية كل يوم لدينا مجموعات تذهب لدعم تلك الدول التي تواجه تلك الأوباء والأمراض وخاصة الكوليرا فنحن علينا أن نتعامل مع 1300 خبير يساندون ملاوي ودولتين أخرتين لمواجهة هذا المرض الكوليرا مما يعني أننا نقوم بحماية الصحة العامة في أفريقيا ونتمنى أن نستفيد من كل الأدوات المتاحة لنا لدينا آليات الحكومات ولدينا كذلك هيكل حوكمة وكذلك تقريبا 900 شخص بالإضافة إلى 195 موظف الذين حصلنا عليهم من المجلس التنفيذي والموازنة التي تم الموافقة عليها والخطة الاستراتيجية التي تم تصديق عليها من قبل المجلس التنفيذي لذا نحن في موقف جيد لكي نتمكن من تلبية احتياجات كل الدول ونحن سوف نعمل هذا العمل مع كل دول الشركة لتحويل أجندة الصحة في أفريقيا لصالحنا جميعا شكرا